إزاي تلاشى الحوادث على الطرق السريعة؟ للأسف نس كتير قوي ما بتلتزمش بالحراط وبنلاقي كمان خطأ من الناس اللي بتعدي الطريق اللي بيعدوا كده من غير بالنسبة لهم اللي سايق ده هيهدي فجأة طيب أنا حابة ببدأ الأول طبعا بتحية حضرتك وطبعا على المجمود الكبير اللي بتعملوه أولا بالنسبة لي الحوادث الطرق لو بدأنا من برها لجوة هي مشكلة عالمية مشكلة عالمية على فكرة مفيش حاجة اسمها تلاشى الحوادث وهنتكلم إزاي ولكن هي مشكلة دولية يعني في آخر تقرير لبلومبيرغ في سنة عشرين تلاتة وعشرين قالوا تقريبا انخفاض في الحوادث على مستوى العالم كله في تقدم ملحوظ إلا أنها لا تزال مشكلة عالمية موجودة بنتكلم على أنه في دول نجحت أنها تخفض الحوادث أكتر من خمسين في المية ودول أربع دول في العالم أو خمس دول في دول من تلاتين لخمسين في المية دول تمن دول وفي الباقي أقل من كده مصر نجحت على فكرة من 2013 لحد 2024 في تخفيض الحوادث بنسبة تقترب من الخمسة وعشرين في المية فإذن هي تكاد تقترب من الدول المتقدمة جدا في هذا الأمر وده نعكس في التقارير الأخيرة لأن إحنا كنا بناخد دايما لون أحمر ريت قلر كده ما حدش يسوق عندنا دلوقتي إحنا بناخد لون أخدر أو بنفسج اللي هو البنفسج اللي قبل الأخدر بشوية يعني فبالتالي إحنا عندنا الزوم بتاعنا يعتبر آمن في القيادة وبالرغم من كده إحنا زي العالم عندنا برضو مشكلة كبيرة في الحوادث يمكن كانت كبيرة جدا قبل كده والنهاردة الحمد لله بفضل الجهود الموجودة انخفضت بنسبة كبيرة يعني لو اتكلمنا على 2013 أو 2011 ل13 في المرحلة دي إحنا مصر كانت الحوادث بتاعتها بتفوق المعدلات العالمية عشر أضعاف كنا بنتكلم على أن لمعدل العالمي تلها الحوادث لكل مئة ألف نسمة إحنا كنا بنوصل لخمسة وتلاتين حادثة فبالتالي إحنا تقريبا رقم كبير تلت الأسرة في المستشفيات كانت بتشغلها الحوادث وكانت تعتبر تاني سبب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب النهاردة مع التقدم اللي حصل في شبكة الطرق القومية اللي حصلت على مستوى مصر وعلى حاجات تانية لسه أشرحها بالتفصيل هي سبب في هذا الأمر انخفضت الحوادث بالنسبة لنا وأصبحت قريبة من المعدلات الدولية زي ما قلت بتكلم والنهاردة الحادثة تقريبا 2.2 من 10 لكل ألف مركبة بمعدل حوالي ما يقرب من أقل من 10 عربيات لكل مئة ألف نسم وده أرقام تعتبر فيها تقدم كبير جدا جدا على مستوى مصر والأسباب معروفة وهنتكلم عليها دلوقتي وأسباب الحوادث برضو هقول لكم عليها دلوقتي طب ياريت نعرفها إيه الأسباب هل موضوع مرتبط فقط بسلوكيات السائقين ولا في أسباب أخرى بالزبط كده أولا هي بتشكل الحوادث لو قلنا إنها 100% سبب الحادثة هنقول إن فيه 70% سلوك بشري وده المفاجأة بقى وفيه 30% عوامل أخرى اللي هي منها 15% على الطريق وحوالي 20% على قطع الغيار طب نبدأ بالأرقام الصغيرة الـ 15% على الطريق طبعا حصل تحسن كبير جدا فيهم لأن أكبر حادثة بتحصل هي اللي بيحصل فيها تشارك بين النقل والسيارات الملكية فدي بتمثل حوالي 40% من الحوادث اللي بتحصل على أي شبكة طرق في العالم كله فبالتالي مصر عملت إيه